دكتور راجح داود الموسيقار الكبير راجح داود أهلا وسهلا بحضرتك والحياة أنا مش عارفة يعني أناديك بأي من المهنة الأولى وهي مؤلف موسيقى مؤلف موسيقي موسيقار أم أنك أيضا أستاذ جماعي بتدرس موسيقى أنا بدرس تأليف فعلا في الكنسيرفاتور تبع الأكاديمية الفنون بس طبعا أنا وظيفتي للأسايا مؤلف موسيقى صحيح وبحاول أن الأجيال بتتعلم مني يعني تجربتي في التأليف إيه معنى تأليف موسيقي وكيف تعلمنا التأليف الموسيقي هو فيه حاجتين طبعا فيه التلحين وفيه التأليف الموسيقي التلحين دا شق خاص جدا بالأغاني ومرتبط بتلحين بتسكين الكلمات على نغمات معينة ودي شطارة الملحن وموهبته في أنه يكتشف السر اللي موجود في جمال الشعر أو النثر اللي بيلحنه وأنه هو يعرف يسكن عليه نغمات تتوافق مع معنى هذا الشعر التأليف شيء مختلف نوع من التركيب الهرمونية أو البوليفونية بتدور ما بين مجموعات صغيرة في الأركسترا زي الآلات الوترية أو آلات النفخ الخشبي أو آلات النحاس والإيقاع أو في آلة بمصاحبة آلية زي مثلا زي من حضرتك تسمعي مثلا صناتة للفيولينا والبيانو أو للأبوة والبيانو أو لآلة البيانو على اعتبار أن آلة البيانو آلة شبهة أركسترالية بتجمع ما بين يعني آلة كثيرة آه يعني في نغماتها يعني وبيبقى له مستوى تاني غير التلحين بيبقى فيه المؤلف أكثر تحررا فبيعبر بالموسيقى عن نفسه أو ما يدور في خياله يعني على اعتبار مثلا أن التلحين مرتبط بكلمات آه طبعا محددة أما التأليف الموسيقي فهو غير مرتبط لا مش مرتبط بكلمات إلا لو أراد المؤلف أنه هو يستمد مؤلفاته أو مؤلفته اللي بيشغل فيها من أسطورة معينة من حدوتها معينة ده وارد يعني وبيحصل كتير لكن بيظل عنده المساحة الحرية الكاملة لأنه مش مرتبط بحاجة معينة بينجمها يعني صحية